الديون الخارجية تكاد تخلق شعوب 54 دولة نامية تمثل 18% من سكان العالم فقد تجاوز حجم الديون الخارجية للدول النامية 9300 مليار دولار نهاية العام الماضي مقارنة مع 7800 مليار عام 2020 هذه الدول تواجه مخاطر التخلف عن السداد بعدما أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكاليف خدمة الدين كما أدى تدخل حكومة هذه الدول من أجل لجم ارتفاع أسعار الدولار إلى انخفاض خطير في احتياط العمولات الأجنبية برنامج الأمم المتحدة للتنمية يوان دي بي يطالب مجموعة العشرين قبل اجتماع هذا الأسبوع وعلى الفور بتخفيف حجم ديون هذه الدول ما نطالب به هو إعادة برمجة أسعار الفائدة وإعادة هيكلة الديون لفترات طويلة وعلى الجهات الدائنة أن تقبل ببعض الخسائر الرئيس مالية أي بين عشرة إلى عشرين في المائة من القروض وهذا الإجراء هو بمثابة حبة صغيرة يجب على البلدان الغنية أن تبتلعها ومع ذلك فإن تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء أمر وحشي بالنسبة لأفقر دول العالم الخطر المحدق بهذه الدول إذا لم يتخذ قرار جدي بتخفيف الديون وإعادة هيكلتها لن يتوقف عند حدود الفقر الموسمي إذا لم تتمكن هذه البلدان من الوصول إلى إعادة هيكلة فعالة للديون فسوف يرتفع الفقر ولن تحدث الاستثمارات التي نحن بأمس الحاجة لها في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره ولسيما أن البلدان التي نتحدث عنها هي بين أكثر البلدان تأثرا بالمناخ في العالم وتبدو المؤسسات المالية الغربية الكبرى صاحبة ربع ديون الدول الفقيرة مسؤولة عن معظم أعباء الديون وخصوصا في الدول الإفريقية بسبب شروطها القاسية وعدم استعدادها لقبول منطق شطب الديون أو إعادة هيكلتها بحسب منظمة ديبت جاستس البريطانية غير الحكومية ستكون مجموعة العشرين ورؤساء البنوك المركزية لهذه المجموعة الذين سيجتمعون في واشنطن هذا الأسبوع أمام امتحان اتخاذ قرار جريء بشطب جزء من ديون الدول الأكثر فقرا وإعادة الهيكلة وإلا فأن هذه الدولة ستواجه التعثر والإفلاس وموجات من الاضطرابات موسى عاصم مقر الأمم المتحدة في جناف الميدي